سيتم حاليا على مستوى ميناء مستغانم شحن حمولة تقدر إجمالا بـ 3.05 طن من حديد البناء الموجه لتصدير نحو بريطانيا والمنتج من طرف مركب الحديد والصلب توسيالي الكائن ببطيوى شرق وهران وسيتم نقل هذه الحمولة التي تخص أول عملية تصديل المركب برسم السنة الجارية على متن باخرة يصل طولها إلى 100 متر وفقا لما صرح به مدير التجارة الخارجية ومتبعة الاستثمارات لنفس المركب وأشار إلى أن عملية الشحن تسير في ظروف جيدة مع اتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك الجانب اللوجستيكي